أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة وطلب السناتر الجمهورية لينزي جرهام من بلينكين في جلسة لللجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي يعادة فرض العقوبات الأمريكية على المحكمة ردا على الخطوة التي اتخذها كريم خان يوم الاثنين الماضي